ازايك يا جماعة? ان شاء الله ان شاء الله دي تكون اخر مرة عامل فيديو متعلق بتفصيلة معينة. المفروض الفيديوات بتبقى عامة بشكل عام. الفيديو ده عن رودريجو وعن كم تعليقات جات لي بخصوص رودريجو. بيجي تعليقات كويسة ووحشة وكل حاجة. طبعا مكلمش على التعليقات اللي فيها قلة عداب. انا كيكا مش بعرض عليها ومش قصتي خالص. لكن الناس اللي بتنتقد ده بشكل فيه استهزاء شوية للرأي. انا كده كده ولا انا عارف ايه اللي بيحصل قدام في المستقبل ولا غيري عارف ايه اللي بيحصل قدام في المستقبل. وحد عارف كان زمان الناس كدقاء وكسبة اللعبة. ولكن ببقى ان الموضوع مبهم. انا ببزل مجهود غير عادي في الكواريس عشان في الاخر اطلع لك محتوى. المحتوى ده بحاولة خليه صحة قد ما يقدر. عشان لما تقول اه ردوان قالوا واحد من انت هتوفى فعلا طلع صح. وعلى قد ما اقدر بحاول بقى قريب من الحقيقة زي ما كل بيحاول. لك يا جماعة عايز ولوكها الحاجة يا شغلان سهلة جدا 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 جدا. ان انا لقي لعيد جاب نقط. ولوك يا جماعة اشتروه. يعني ان انت قريدها تروح تشتروه. يعني لما لقي نقطة خمساشة نقطة. ده ادي ساعة تمت في الاسبوعات التاني. واطلعت قدام الفيديو. وقولوك يا جماعة. رديجوا لعيب جامد جدا. روح اشتروه. يعني دي شغلانة سهلة جدا. اي لعيبة هيجب لنقطة؟ يعني التعليق صور على حاجة. تعالوا نطلع في الحلقة الجادة وقولوك يا جماعة اشتروه زاهة. عمان الموضوع مشيش كده. الموضوع. فيه ديتا. وفيه ارقام. وفيه احصائيات. وهيلعب نمشات مين اللي جائية. وكان بيعامل ضد فرق دي قبل كده لو كانبلع في الدوري أصلا. ول lightweight الدوري كانبي اعمل ايد ضد الفرق اللي بتطلع من تحت. وهل الدولة каб seasons بتلعب بتلاتة اخرى. هل انا ببص على كل التفاصيل دي? مش باطر ببصاء اع protسل one a king viewers. ولكن انا ببص على تفاصيل كتير جدا وببزل مجهود كتير جدا. مش بقول مجهود اكتر من غيري ولكن انا ببزل مجهود غير عادي عشان في الاخر اديكم تفصيلة مهمة تساعدكم في القرار تمشي بالقرار او ما تمشيش بدي ده دي قصة ترجع لكم. في كذا رد من الردود يعني ما ينفعش تحسبه من ضمن التارجت اللي انت بتحسبه الليعبة اللي عملنا مع بعض اللي هي عشان آآ بانفرد لما اتصاب حصل مبدالين الكيستين ما اللي هم يعني ما اللي همش داعوا بمعض خلاص ان بانفرد اقول لك اشتري من الاسبوع التاني وبعدين بعد ثمانية وعشر ديقة من الاسبوع التاني اللي هو في اول اسبوع اتصاب فتلعيب خلاص اللي راحت عليه. لما تلعب تاني يلعب مطشين كاملين ويتصف في اول نص ساعة في ده دي قصة تانية. ولكن في الاخر انا ما بتكلمش على رودريجو في اللعبة اللي احنا عملنا مع بعض وفي تحدي هل هو جاب النقطة ولا لا لان ده مش موضوعي. انا موضوعي ان السنة التانية على التوالي اثبت النظرات بتاعتي اللي هي مش نظرات ما تخصنيش هي نظرات واضحة جدا من يوم ما الفانتزي تعملت. دي فيديوهات فانتزي. دي مش فيديوهات كورة. انا هنا مش جاي اقول لكم رأيي في لعيب تلك كالعيبة كورة. انا دوري هنا اقول لكم على لعيب يجيب نقط. ممكن يبقى اوحش لعيب في الدنيا. زي انطانيو كلعيب. لعيب كورة ما ينفعش يبقى لعيب كورة اصلا. ولكن اللعيب كان بيجيب لك نقط. لو هو بيجيب نقط اقول لك اشتريه يا انطانيو على طول. رودريجو بيجيب نقط اقول لك اشتريه يا رودريجو. اقول لعيب عادي اشتريه. ممكن يبقى احسن لعيب في الدنيا. وما بيجيبش نقطه مش مفيد. كانتي من احسن العيب اللي في العالم في مركزها. لعيب مش بتاع نقط مش اقول لك اشتري كانتي. فاحنا مش بنتكلم كورة. دي لعبة فانتزي. وطالما دي لعبة فانتيزي يبقى انا دوري اقول لكم على النقط. وطالما دوري يقول لكم على النقط يبقى احب اقول لكم معلومة مهمة جدا. انا متأكد من غير ما بص على التاريخ. ان مفيش في تاريخ الفانتيزي لعيب بيلعب في فرقة افريج. افريج يعني يعني برا الطوب سيكس بتوع انجلترا. قبل كده قعد اربع اسابيع بيجيب دابل ديجيت. يعني انا متأكد مليون في المائل من غير ما بقول لك على حقا ولو فيه لعيب فهو لعيب. عملها في تاريخ الفانتيزي لقدت مسلا ستار 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 سنة تتلاعب اللعبة دي. ما عافش بقى لها كام سنة. تمام? فدي احصائية مهمة. يعني لما اجي اقول لك مفيش لعيب بيلعب في فرقة صغيرة. قدر يعمل ده. وبعين تيجي انت بعد ماتش ساوث هامتن. رايح تشتريه على امل انه في ماتشين هيبلانك وماتش هيجيب فيه زي ما حصل قدام تشالسي. يعني لو انت عارف المشتعبة لو قلتلك هو يجيب في ماتش خمستاشر نقطة من الطلات ماتشات الجايين. وفي ماتش او ترتاشر نقطة بعيد دم تشالسي. في ماتش هيجيب نقطة وماتش هيجيب نقطة هتشتريه? لأ مش شرط بتشتريه. يعني اللي هتقول لي مونك هستانا ماتش تشالسي لان اكيد مش هجيب ترتاشر لدي تشالسي. اكيد هجيبهم في الاتين التانين. هيروح جايبهم في تشالسي ما هي. ما هي دي اللعبة. انه مفيش حال المتوقع هنا هو جاب 13 في تشالسي والمطش الى بعد اي كان سهل جدا ما جابش في نقطة المطش الى بعد اتصاب طب انت عارف انه كان هيتصاب لا مكنش عارف ان هو هيتصاب ازاي بظ disciple ما مكنش عارف انه انطونيو هيتطرد قسك كاس مشابه جدا لو انت عرفها فانت عرفها. لو انت مش عارفها فانا بقولها لك المرة الى التانية في حلقات السناء دي انتونيو السنة اللي فاتت بدأ اول مطش في الموسم مش فاكر لخصوم يعني ولكن او مطش في الموسم جاب جوني واسيست. راح تاني مطش خلط ما خانش عندي وما خانش الناس اصلا بتنصح بيك. هل الناس كلها جرت مع ابن الرحمة اللي كان بيجيب نقطة عموما من بداية الموسم يعني. وبعين من الزبوع التاني ما جاب جوني واسيست الناس قالت لك ماشي لعيب كويس. وبعين الثاني ازبوع راح جاب جوني واسيست. او ما جاب جوني واسيست راح تقول للناس ايه يا جماعة ما جموش انتونيو خلاص. ما هو عمل حاجة فوق الطبيعي انتونيو اصلا لعيب على قده جدا جدا. ولو اتفرجت على المطشات هو بيخطف لجوان. هو مش لعيب بيجيب لجوان دي عشان هو لعيب طبيعي جيب اللجوان دي. فقلت يا جماعة بلاش نجري عليه. فبدأت ناس تنتقد ساعتها. فلح المطش اللي بعدين حجاب جوني واسيست. فطبعا انا كده مفروض بقول ايه? لا يا جماعة انتو طلعت الصحة. لأ طبعا موضوع بقى عنده اكتر. يا جماعة ده بيجيب اعلى من الطبيعي. هيوقع. فجي المطش الرابع بقى. فاكر مطش كويس قوي. كان بلعب ساوت هامتن. وساوت هامتن كان بخسرت المطشات اللي قبلها خسرت سكرات. اعتقل مشاكل خمسة اتنين بتعططن مالك اتمين ولكن خسر سكرات. تمام? فلما خسر سكرات بقى خلاص بلعب ساوت لعب تسعين ديئة وتنين وتسعين ديئة من غير ما يجيبه جوان. واستان ما جابتش جوان خالص. وبعدين ديئة تنين وتسعين وتلاتة وتلاتة وتلاتين وحتطرد. فروحت انا الخالد قلت شرفت قال لي يعني انت كنت عارف انه هيطرد. لا مش عارف انه هيطرد. بس عارف انه هي بلانك. ما اللاعب ساوتمت التسعين ديئة وعمل بلانك. فجي المطش بعده كان يونايتد. كان راح ايه? الناس ليتلك بصة اهو. ردوان غلط برضو. هو بس عشان اترد وحظ ان اترد. وملعبش او رجع جاب تاني. راح لعب تلات ماتشات. خلاص? ما جابش فيهم حاجة خالص. وبعدين من ضمنهم ماتش كندند استن فيلا. انا فاكر كويس قوي. وكزبه في اربع تجوان. الاربع تجوان. فيه اربع لعيبة جابه لجوان. وفيه تلات لعيبة جابه اسستات والاربع لعيبة جابه اسستات. انتونيو ما شاركش في الماتش ده. يعني لعب الماتش كامل. ما شاركش بقى حاجة. وبعدين راح اجيب ماتش توتن هام اللي كسبوه واحد صفر فاكر كويس قوي كورا من كورنر كده. راح جابه جون. فقال لك هو رجع التاني. وبعد لعب تلات اربع مرشات ما يجيبش جوان. لان ده لعب ده العادي. هو لعيب على قده. لعيب لو كان يقدر يجيب كل ماتش جوان يقدر يجيب له كل ماتش ستة وسبعة وتمان نقط. كان زمان فرقة اخدته على اللي عادته دكة بفرقة كبيرة. كان عاد في ارسنال دكة. كان عاد في تشلسي دكة. هو لعيب على قده. كل ناس عارفة ان هو عاده. كل لعيب ليه افريج. لازم يا جماعة تفهمون النقطة دي. انا ممكن اعمل شغلان سهلة جدا. ممكن كل لعيب يجيب اطلع له كده وكل لعيب ما يجيبش كده. انا بحاول اشوفه كل لعيبة اللي الناس بتجري عليه عشان تبق انت مختلف وانت بتختار لعيبتك تبقى مختلف عن بقية الناس. مش موضوع مش انه انا بشوف ناس كتير بتعمل مش الناس مش الناس صحبنا اللي نعرف. انا بتكلم بشكل عام. ناس بتكتب اللي هو بتكتب كتاب على تويتر محتوى للناس. بتعمل فيديوهات وبتعمل حاجات بتعمل حاجات ما فيهاش اي مجهود. اللي هو جماعة دا عمل كزا كزا يا معروح اشتروه. دا ما بيعملش بقاله فترة دا مش عارف ايه. يا عم دا بياخد انزارات كتير ما تشتروهش. بياخد انزارات ممكن يجيب نقط. موضوع فيه مجهود وفيه فيه ارقام وفيه حاجات كتير جدا محتاجة تبزل احتراما لعقلية المشاهد. احتراما لعقليةكم. ما ينفعش ابقى باطلع باتحك على اي حد وخلاص. بقول كلامه خلاص. بالعكس ان التحديات دي مش عشان يبقى مختلف. وهنا يعني من الغباء ان انا اطلع اختلف. يعني انا اطلع اقول لك على حاجات غلط. عشان يبقى مختلف. ما انتخذش تفرج عليها تاني. بس اللي بيخليك تتفرج عليها ان حتى لو انا مختلف بطريقة ممكن تكون اللي هو لا كترت منك زادت منك. اه فيه حاجات ما بتلبس معي طبيعي. ما انا مش عارف المستقبل. ولكن الحاجات الغديبة اللي بتنتقد. مش هقول لك يا عم تمانين في المية. ستين خمسة وستين سبعين في المية منها بتمشي صح. وكننا عملنا الموسم يفات المسابقة يا جماعة اللعيبة اللي منجباش ومنجبها. وكنت بختال لكم اللعيبة اللي بقولوك روح اشتروها. بتبقى دايما من الليستة بتاعت اكتر الناس اتبعت. واللعيبة اللي اتبعوها عشان اقدر اديك مختلف. انت بتتفرج عند كل الناس. وتقدر تميز ان لو لعيب راح جاب جنين تلاتة في ماتش. اي عيب جاب جنين تلاتة. انت شايف ان العيب ده جاب جنين تلاتة. او انت عايز تشتري اشتري انا مش هقدر بنعم في رئيتك. بس انا بقدم لك ان العيب ده هيجيب. مش في الماتش الجاي. بس سفلتها طلب عمشرة الجاي. وفعلا بيطلع بيجيب. عملنا الحزبة مع بعض المسلم الفات. الناس اللي معانا المسلم الفات. طلع ان تمانين في المية من اختياراتي ازا كانت بيع ومدعش بتطلع صح. فهو مش عشان انا عارف المشتقبل. عشان طبعا انا مكسبش فانتسي ليه. لان انا بختلع عيبة تضرب صح. بس كابتنة بتقلش في اوقات كتير جدا. كابتنة دي فهاش ارقام. كابتنة دي برضو فيها جزء كبير جدا من الحظ. صلاح كسب وتسح ما جابش حاجة. اه حل ان ممكن انزم صلاح مرة نزم الدكة قدام جاب جنين وقسست. عادي يعني. ما فهاش حاجة. وساعات بتماشي زي ما انا مشيت الموسم ده. انا نفس الشخص اللي بقول لكم اه يا رودريجو بتاع انا كان عندي ترنت ما جابش حاجة اول من موسم. كان سيلو جاب. روحت عملت الغلطة اللي انا بنصحكو بيها عادي لان بغلط عادي جدا. روحت جايب اه كانسلو مكان ترنت كانسلو ما عملش حاجة او ترنت جاب سبعة عشر. فعشان كنا ما بكسبش لان فيه تفاصيل وفيه حظ وفيه فيه تفاصيل كتير جدا جدا جوال لعبة. تفاصيل كتير جدا جوال لعبة. فانا مش زعلان من حد ومش عايز حد يبقى زعلان مني. ولكن يا جماعة انا بابقى متضايق ان ان انا بحاول ادي اه اديك نصيحة لك في الاخر القرار بتاعك. انا بقول لك وجيبش ردريجو وعايز تجيبه جهاته. بس انا مش بقول لك بس ما جيبش انا بدي. بقول لك ما جيبش ردريجو وبقول لك كمان اسبابي ورا الموضوع انه غماعة فيش لعيب بيعمل ده. يعني تحدي لك وكده ممكن تعد دوره بقى في تواريخ مع الفانتزي. مين اللعيب اللي فرقة العادية ادريجي تلات اربعة عسابية واربعة عادة ده يعني ما عرفش ما عرفش مين اللعيب اللي يدري يعمل كده. ولد يكون موجود. ولو كان موجود حصلت مرة. يعني مش عايز له حصلت مرتين مع عشان بس بتقول لين انت بس بتفتح الموضوع مرة ومرتين. مع ايه? طب لو حصلت مرتين في تاريخ الفانتزي. حصلت تلات مرت في تاريخ الفانتزي. هل انت بتراين على ردريجو ده اللي بقع في ليدز. اللي هي فرقة كانت منقلعة في الفرقة الموجودة موسم اللي فات. في الدوري. هل انت بتراين عليهم ان هم كده ناش شافتهم بيجيبوا انه بكسبوا تشيلسي فقال لك لمن احسن فرقة الهجومين موجودة في الدور. فرقة الهجومية ايه ما بتفرقتوا عليها. هم عملوا نتيجة قدام تشيلسي عشان كانوا هم عاملين زي بالضبط الماتش في لوم دود ليفر بول. هم كانوا بدنيا والضغط والجري في كل حتة كان كده. الماتش ده على فكرة تشيلسي وتفرقتوا عليه تاني. تشيلسي لولا ان هي ضيعت كم كورة الشوت الاول ماشي كان هيبقى في حتة تانية خلص. غلطة يعني النتيجة ما تخلكوش تاخدوا قرار زي ده. خلاص? فكورة مختلفة عن الفانتسي. احنا كلمة فانتسي وارقام. العيب ده مكنش عارف انه هيتصاب. بس العيب ده مكنت عارف انه هيتبلانك. وزي مكنت عارف انه هيتبلانك قدمي بلانك وخلص تصاب وقعد. فالعيب ده خلاص باي باي. هل انت استفدت به? هل انت اجبتوا بعد ساو تامتن? في ناس جابته ولاحيته في تشيلسي. انت حاسك حلو جدا. جاب نقط اعلى من المطاقع في تشيلسي. زي لما جاب نقط اقل من المطاقع في المطاقع اللي بعدها? حلو. طب في ناس تانيتوا بعد تشيلسي. وراحيتجريت عليه زي الموسم الاسبوع ده بيقولك فيه مش عارف ستمائة الف مدرب ولا مش عارف مليون رقم كده كبير جدا راحوش طرر يريجو. انا بقولش انه ده انتو انا بقول ده في العالم عموما. راحوا جريوا عليه ايه جاب نقطة اهو قدي تصاب هيبدل التبديل التانية الترانسفير راح اتملاش لازمة. بنجري ورا بنجري ورا النقط عصرابة. عارفين بتشوفوا حاجة بعيد كده? قرر دي نقط فاتتك. النقط اللي جابها فاتتك. جبت العيب ضرب معك ما بقولكش بيهو. يعني انت لو كنت جبته قبل ساوت هامتن وهو جاب معك نقط اول نقط كتير بتاع ساوت هامتن دي. يعني مبروك عليك وكمل بيه وماشي لما يتصاب. دي حقيقة. بس هو ما كانش عندك تاني هو ما كانش عندك وروح تشتريته بعد ما جاب النقط يعني للاسف دي عمنا ما كانت الفانتزي ودي عمنا ما حاجة حصلت. تحصل مع فرقة كبيرة. صلاح اه هيقدر يجيب ثلاثة عصبية اجوان واربعد وارقام كتير جدا. اجواره عملها زمان. كيني يقدر يعملها. هلا اندي يعملها مليون تمام. نختلف ونتفق. فرقة كبيرة كلها. تقدر تكسب شكورات في المنشاك كتير. بس اللي جناتي دي فرقة على قدها جدا. دي من اضعف دي كانت فرقة هتطلبها تسموشتم الفاتحة. فما تقوليش اصل رودريجو لعيب عادي جدا. لعيب اقل من عادي. هتقولي يجيز المشتم الجاي بقى روح رودريجو مسلا رايح ارسنل مش عادي. ممكن يتطور ويشتغل يبقى لعيب مهم في حتة. بس هو برضو مش لعيب كبير وما بيلعبش في فرقة كبيرة. وما بيلعبش في فرقة كويسة. وفرقة ما متلعبش حلو بالمناسبة يعني لليد يعني. فرقة ما تلعبش حلو زي ما انتم متخيلين. ممكن تقولي نتائج خداعة شوالية ولكنهم لعبوش حلو. خلاص? وفرقة ما بنيجريش نشتغل العيب بعد ما بيبنه. فده كان ردا على رودريجو وعلى قصة رودريجو ومش عايز حد يزعل مني. انا بحاول اعمل اكتر حاجة اقدر عملها عشان انتم تستفيدوا. انا انا قصتي انا خلي بالكم انا بالازل فيديو بيجيلي عدد فيوز معين في معين. لو نزلت الفيديو ده قلت لكم هاتو رودريجو. الناس تتفرغ على الفيديو بنفس تقريبا. حلقات فانتيز نتفرغ على عدد معاين موشرة. يعني احنا مدبقى الواحد وصل انه عارف ان حلقات الكرة تتفرغ عليها قدية وحلقات الفانتيز. طبعا الفانتيزي اكتر بكتير. فانا نزلت حلقة فانتيزي كابت فانتيزي وبتاع الناس بتتفرغ كده كده بعدد معاين. حل? فانا بالنسبة لي تفتكروا انا احسن لي امشي مع القطيع. اه كل الناس بتقول لك هاتو رودريجو وروح اقل لك هاتو رودريجو وراح دي مغلق. انا بعد ابزل المجبود عشان نزل الحلقة عشان تتفرغ عليها غير عادي. عشان في الاخر تقول اه دا كان مختلف وكلامه طلع في اغلب الوقت صح. لان في الاخر كلامي انت مش لازم تنفزه. كلامي هو نصيحة تفتح لك مخك. وزي ما اتفنى في اقول الموسم ان انتوا في الاخر اقرار يكون قراركو. فبالتالي دي نصيحة بسبب رودريجو وحصلت معها انتونيو الموسم اللي فات. واتمنى ما تتقرارش معاكو في الموسم اللي جاية. او في الموسم دي حتى. لعيب كسر الدنيا ما كانش عنك ما تجريش تشتريه. نهائي. طول ماها بلعب في فرقة صغيرة. نسيت اقول حاجة. الا لو طلعنا اقول نالكو او انا قلتلكو اشتروا اللعيد دا. ليه? لان العيب دا مش هيكون كسر الدنيا الا لو كان جامت في المرعب. ولكن فيه لعيبة. ده كده. زي اوديجرد مسلا. يعني اوديجرد لعيب كرة. لعيب ممكن يكون ما كانش من احسن عيب اللي بتشطع الجون او بتروح الجون كتير. ولكن اوديجرد جايب اعلى من الطبيعي. لما حد ييجي يقول لي انا هشتري اوديجرد وبقدرش امنعه. انا مش معه لان هو جاب اعلى من الطبيعي. مش يفضل يجيب دي نهائي برضو. ولكن هو العيب يلعب في فرقة كبيرة. بتلعب كرة حلوة. الموسم ده فرقة كويسة. بتجيب جوان وهو قرارب متجون. فانهاردة بتجي تقول لي هشتري اوديجرد ما قدرش منعك. يعني هقول لك بص انا منصحش ده يبقى اول بس فكر فيه. او او ممكن تشتريه وتجرب معاه. لان هو قراردي بيلعب في فرقة. اول الدوري حالان يعني سيبكم من الترتبات يعني. اول الدوري. فانه بتجيب كرة حلوة جدا. فرقة هجومية جدا. هو قرارب متجوم جدا. كابتال الفرقة. زي ما مليون نتيجة حصلت باشا منطقائية. جبت في لفر بول سبعة. نتيجة كلها مش منطقية. فما تبنوش حاجتكو على شوية تفاصيل كبيرة شقابة. اه بس كده ده كان كلامي على الربيجو. اتمنى ما تخدوش الكلام تخدوه بصدر راحب كده. ويبقى موضوع مفوش ايحى خالص كل في الاخر ده. عشان مصلحيتكو عشان يبقى محتوى لصالحكو. بس كده اشوفكو ان شاء الله في حلقة جاية. سلام!